يبدو بأن التحالف العربي لديه أمر ما مع حفلات الزفاف باليمن فعادة ما تتحول المناسبات الفرائحية إلى مآتم بفعل ضرباته الجديد في هذا الصدد قصف استهدف موكب فرح نسائي والنتيجة عشر شهيدات ثمان نساء وطفلتان في منطقة حريب القراميش بمحافظة مأرب قبل مأرب كانت الغارات قد حلت على صنعاء وذمر والحديدة وتعز وكلها استهدفت مناسبات زواج ومع كل مأساة يتكرر السؤال البديهي ما الذي يريده التحالف من مناسبات الزواج وأي معلومات استخباراتية تلك التي لا تفرق بين مواكب الأعراس ومواكب الميليشيا المسلحة التي تجوب اليمن في مناطق سيطرة الانقلابيين الحديث عن الخطأ في مثل هذه الغارات لا يبدو منطقيا إنه أشبه بتبرير لأحد يحاول العوم في اليابسة دون أن يكون قد فقد عقله حقا إنه أمر يدعو للحيرة خصوصا وأنه قد تكرر في مرات كثيرة حتى أصبح اليمني المريد للزواج لا يفكر بتكاليفه بل بكيفية النجاة من غارة قد تبدد مشروعه وتضع حدا لحياته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة